تضع الحرب أوزارها فوق أجواء بيروت باختراق إسرائيل لجدار الصوت بينما يغير حزب الله قواعد الاشتباكي ليشعر حرب المسيرات فوق عكا وحيفا هكذا باتت الصورة الجديدة في تصاعد وطيرة المواجهة العسكرية بين جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي ومع ما وقع في الميدان من مقتل وإصابة ستة إسرائيليين في منطقة نهاريا إثر استهداف مسيرات لحزب الله منشآة عسكرية نذير الحرب الشاملة التي حذرت منها الحكومة اللبنانية ومعها الدول العربية والإقليمية والغربية في الميدان لم تخفف حدة القصف الإسرائيلي في استهداف واغتي لقيادات في حزب الله وبالمقابل فإنها لم تمنع استهداف الحزب لمواقع عسكرية في الشمال الإسرائيلي يترافق هذا التصعيد مع حالة الترقب والتحذير معا بشأن رد إيراني محتمل بهجوم كبير على إسرائيل وهو ما ينعكس على صعيد جبهة لبنان من حيث المطالبات من بلدية نهاريا في حيفا من الحكومة الإسرائيلية بشن حرب على بيروت لوقف ما تقول إنه بداية لهجوم مركبة أما عن خرق جدار الصوت والذي نفذته إسرائيل مرتين على الأقل في سماء بيروت مؤخرا فقد ناشد مواطنون اللبنانيون بأن ما يجري يشبه واقعة حرب تشنها إسرائيل إذ تؤدي بالفعل إلى شل حركة المواطنين داخل بيروت وتبث مزيدا من الرؤب والهلع وهو ما يؤزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على صعيد لبنان بأكمله يحذر مسؤولنا في مصر في أن خيار إسرائيل باستمرار الاكتيالات وتنفيذ خروقات لجدار الصوت تستخدمه كورقة ضغط على حزب الله اللبناني لن يخدم إلا تأجهيج الصراع كما أن تغيير قواعد الاشتباك التي تتصدرها المسيرات لدى جنوب لبنان ينذر بتصاعد المواجهة إلى نقطة لا عودة اشتركوا في القناة شكرا